وقفة مع كل أخبار الأهلي وكل أخبار منتخبات مصر سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي في الأهلي نيوزرون عندنا توقف إجباري طبعا من هنا لغاية يوم عشرين الأهلي بعيد عن مشاركة في أي مباريات طبعا عندنا معسكر منتخب مصر في الإمارات اللي هيتخلله مباراتين مبارات زامبيا ومبارات الجزائر كنت شايفي حقيقة أن مبارات زامبيا دي أصبح عليها علامات استفهام كتير جدا لكن في النهاية ده برنامج محطوط لمنتخب مصر وأتمنى الحقيقة أن المسؤولين في اتحاد الكرة أو المسؤولين عن معسكر يرجعوا نفسهم في موضوع مبارات زامبيا ماهيش مرب بالأهمية الكبرى في التوقيت الحالي وأعتقد نظرا للظروف اللي بتمر بيها المنطقة وأشقائنا في فلسطين أعتقد أنه واجب إعادة النظر في مبارات زامبيا لكن مبارات الجزائر مبارات مهمة جدا عن رغم أن يمكن توقيتها بالنسبة لنا مش مناسب لكنها فرصة للتقييم والوقوف على المستوى الحقيقي لمنتخب مصر لأنه يمكن يكون اللقاء الأقوى اللي هيخوده روي فيتوريا مع منتخب مصر منذ تولي المسؤولين فرصة تقيس على حاجات كتير جدا عندنا طبعا منتخبنا الأولمبي هيكون مع روجيرو ميكالي عنده مباراتين مباراة مع الأردن ومباراة مع أسباكستان ده التوقف الدولي من بعدها يرجع الأهلي وهي فرصة كويسة جدا بالنسبة لالتقاط الأنفاس أعتقد أنه فيه كتير من الأمور اللي يجب أن احنا نرجع حساباتنا فيها مباراة الإسماعيلي ويسيبك من نتيجة ويسيبك من الثلاث نقاط لأنه ده الطبيعي الظروف اللي بيمر بيها الإسماعيلي وحالة الفوقان الكبيرة جدا اللي بيعيشها النادي الأهلي مع مارس الكولر مش من الموسم ده من الموسم القبل كده تقولك أنه النتيجة دي طبيعية ومنطقية وكان ممكن كمان أنها تبقى أكتر من كده بكتير لو الأهلي كان في حالته لكن ده ما ينفيش أنه يمكن تكون أكتر مباراة الأهلي ظهرت فيها أخطاء مبارح وأكتر مباراة سمحت فيها فرقة النادي الأهلي وسمح فيها ميستر كولر بأن الفريق المنافس يوصل لبرماك بسهولة ويمثل عليك خطورة في أوقات كتير جدا كانت مباراة لإسماعيلي مبارح يعني مبارح الشوط التاني تحديدا كمان كان يمكن يكون أسوأ شوط لعب النادي الأهلي من بداية الموسم هتقول لي أحساسا أن المباراة انتهت بالهدفين بتوع بيرسيتا وحسين الشحات أقول لك وارد ولو أنه ده سيناريو ما حبش أبدا أنه يتكرر سيناريوهين سيناريوهين مهمين جدا 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 يجب أن نستفيد بهم ونتعلم منهم وما نتمنياش أن هما يتكرروا فيما هو قات فيما هو قادم السيناريو الأول هو أنه الأهلي يتأخر في النتيجة يعني أنه الفريق المنافس هو اللي يبدأ بالتسجيل مش عارف ليه بتحصل حالة ارتباك والسرعة اللي بيلعب بيها النادي الأهلي بتتحول لحالة تصرع والتركيز بيكون في أدنى مستوياته والعصبية بتزيد جدا وبتبنع اللعيبة في الملعب وده في أوقات كتير جدا ما بيساعدناش على أن احنا نرجع في المباراة ده سيناريو السيناريو الثاني أن احنا نتقدم فيه النتيجة هدف أو بهدفين من بعدها بحيث أنه الطبيعي أنك تكمل أو اللي عودنا عليه الأهلي أنه يكمل لكن في أوقات كتير بيحصل تراجع أو بيحصل حالة ثقة زايدة أو بيوصل الجمهور إحساس أنه اللعيبة في الملعب حاست أن المباراة انتهت فبتلاقي أن الكرة اللي بتتلعب مش هي كرة النادي الأهلي أو أنه الطريقة اللي ابتدى بيها الأهلي المباراة مش هي الطريقة اللي فنش بيها الأهلي المباراة بلح كان فيه أخطاء كتير جدا أعتقد ميسر كولر مش هيفوتها في كلامه وإحنا داخلين وبنستعد وأنا كنت بكلم على مطش أمبي ومطش الإسماعيلي إنه هما الاستعداد الحقيقي لمباراة السوبر الإفريق كولر بالفعل هيستغل فترة التوقف دي مودس طبعا واحدة من الحاجات اللي أعتقد يمكن يكون أكتر الأسماء اللي هتستفيد من فترة التوقف لأنه عايز تحسبها إنه الراجل كان جاي فاهم إنه الداونجريد من الدوري الألماني للدوري المصري هيخليه جيب مستواب سرعة ممكن جدا وارد عايز تقول إنه الراجل بدني بتاعه مش جاهز ممكن جدا برضو وارد عايز تقول إنه ما خدش الفرصة الكافية إنه ينسجم أو يتفاهم أو يعني مساحة التفاهم تزيد بينه وبين لعبة النادي الأهلي ممكن ما تأقلمش مع طريقة كولر وارد فبالتالي تمحتاج منه على الرغم طبعا إنه في عصر الاحتراف إحنا بنشوف العيبة ما بتاخدش لقت دا كله لكن في النهاية ما تقدرش تحكم على أنتوني مودس وأعتقد إنه عودة كهربا لحسابات كولر في مباراة سيمبا هتكون طبعا إضافة كبيرة جدا لخط هجوم النادي الأهلي وأتمنى أتمنى إنه زعلوك ياخد في المطشاط اللي جاية حتى لو مش وقت كبير وحتى لو مش هشارك بشكل أساسي لكن مهم جدا جدا رجله تبقى في الملعب الولد الحقيقة مبارح مبشر جدا 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 ستايله وجريته إحساسه بشخصيته إحساسه بإمكانياته أنا شفت في الدقاءة اللي شارك فيها زعلوك لعيب كورة أو مهاجم يعني مبشر جدا وأتمنى إنه مستر كولر يديله زي مادة الكوكا نهاردة أنت بتتكلم على الكوكا والكوكا بالمناسبة مبروك طبعا انضمامه لمنتخب مصر بعد استبعاد إمام عشور المتمنى له السلام إن شاء الله ويرجع لنا بسرعة ومعليش قدر الله ومشاء فعلا يعني بعد ما ابتدى إمامي يجيب فورمة ويجيب مستوى كنا مستنينوا منه جات الإصابة بس الحمد لله الحمد لله طمن جماعي نادي الأهلي بسيطة ومش هتعطى الإمام إنه هو يرجع بسرعة وخط وسط نادي الأهلي يطمنك لناش خالص حقيقة فيه وفيه مروان وفيه كوكا اللي بيلمع بشكل كبير جدا السنادي وفيه أفشة وفيه السلية بعد رجوع وفيه كريم ندفت بعد رجوع وفيه مفاسة أكرم توفيق اللي طبعا هيكله دور كبير جدا مع الأهلي الموسم ده كولر بيذاكر سيمبا سيمبا إحنا قابلنا أربع مطشاط طبعا سيمبا من القوى الصعدة يعني متقدرش تقول إنه النهاردة وانت بتتكلم عن الكورة في تنزانيا سواء يانج أفريكانز أو سيمبا متقدرش تقول أو تتعامل معهم على نفس المستوى أو نفس السلوب اللي كنت عامل معهم تاريخيا لا سيمبا النهاردة واحد من الفرق اللي بقت أو حطت اسمها بين الكبار والدليل اختياره في السوبر ليج تتكلم عن أهلي وجهة سيمبا لو قدرنا إن شاء الله نتخطى سيمبا التنزاني مباراة زهاب يوم عشرين مباراة عودة أربعة وعشرين هيكون عندك على طول بعدها بخمس تيام مواجهة في الدور قابل النهائي بين الأهلي وإن شاء الله الأهلي نتمنى إنه الأهلي يتخطى عقب سيمبا ويكون عنده مواجهة في القابل النهائي مع الفايز من الجنوب الأفريقي بعد كده لو قدرت تخطى المباراة دي هتواجه واحد من أربعة من كبار القرى الأفريقية وداد في مواجهة أنيمبا وترجي في مواجهة مازينبي وداد مغربي في مواجهة أنيمبا الناجيري ترجي التونسي في مواجهة مازينبي الكنغولي كلهم أبطال أفريقي كل الفرقة اللي أنا كلمت حضراتكم عليها دي مازينبي أنيمبا أو يمكن أنيمبا كان كونفيدراليه أعتقد يعني بس مخدش دوري أبطال مش عارف خد دوري أبطال ولا لا وداد بطل أفريقيا ترجي بطل أفريقيا سان داونس بطل أفريقيا وبالتالي أنت تتكلم على التمانية الكبار منافسات صعبة جدا تنتظرك تنتظرك في بطولة السوبرليج الكلام دا إمتى كلام دا كمان 12 يوم فطبعا أفريقيا الأهلي هيستعيد جهود كهرباء وإمام إن شاء الله ممكن جدا جدا يلحق مباراة سينبا لو ما كانتش الأولى أعتقد إن شاء الله يكون سينبا تاني هون برح خلص أو يعني بعد إصابته طلع على طول ما استناش نهاية المباراة تحركوا بيه على مستشفى مباراة العصفرة وعملوا كشف مبداي وإن شاء الله بإذن الله حالة إمام بطمن تاني جمعين نادي الأهلي يعني إصابة بسيطة كدمة كده في الساق في قصبة رجله تحديدا فيعني دكتور أحمد جبالة طبعا بيجري كل الفحصات اللازمة عشان يتطمن على إمامه وعلى مدى جهازاته لكن زي ما عرفنا إصابة تحتاج من 7 تيام ل10 تيام وبعدها يخش إن شاء الله في تدريبات الفريق فممكن ممكن حتى لو مخدش مباراة سينبا الأساسي الأولى ممكن ياخد منها جزء أو حتى إن شاء الله يعني نطمن عليه وما نغمرش به ممكن مباراة العودة اللي هتكون في القاهرة يوم 24 يكون إمام بشارك فيها خليني أخدكم لرحلة منتخب مصر اللي بدأت بعثة منتخب مصر وصلت بالفعل خلاص الإمارات عشان تحضر لمواجهتين مواجهة الأولى مع زنبيا يوم 12 يوم الخميس اللي جاي والمواجهة التانية هتكون مع الجزائر يوم 16 بعثة وصلت النهاردة الصبح طبعا بقيادة روي فيتوريا المدير الفني وصلت لمطار العين في الإمارات وتحدد لها يوم 12 مواجهة زنبيا ويوم 16 مواجهة الجزائر نتمنى التوفيق طبعا المباراتين هيتلعبوا على أستاذ حزاع بن زايد ومعها طبعا السيد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كورت القدم كرئيس للبعثة منتخب مصر الأولمبي عنده مباراتين مهمين واحدة مع الأردن واحدة مع أوزباكستان وهنتكلمه من النهاردة بالتفاصيل في كل ما يتعلق بمعسكرات المنتخبات سواء أول أو أولمبي